موسيقى موسيقى نائب مدير مركز سكوكرافت لاستراتيجيات والأمن ومدير مبادرة الاستراتيجية العالمية The Atlantic Council وجوناثن رو مدير جينسا للسياسة الخارجية وكان علي ريدا جعفر زادة نائب مدير المكتب التمثلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة NCRIUS يدير المؤتمر حيث قال في مستهل المؤتمر إننا نكشف للمرة الأولى عن عدد من شركات الواجهة التابعة لقوات الحرس IRGC التي تدير برنامج الطائرات من دون طيار وسيد جوزف ليبرمن سناتر ولاية كوناتيكت السابق كان متحدث التالي في المؤتمر وقال لدينا تهديد الإرهاب المستمر للولايات المتحدة بما في ذلك الإرهاب الذي ترعاه حكومة جمهورية إيران الإسلامية وقال السفير روبرت جوزف وكيل وزارة الخارجية السابق للحد من التسلح والأمن الدولي المساعد الخاص السابق للرئيس والمدير الأول لاستراتيجية مكافحة الانتشار والدفاع عن الوطن قال نجتمع في وقت بالغ الأهمية يتعلق بمستقبل الدكتاتورية الدينية في إيران تواصل إدارة بايدن السعي للتوصل إلى اتفاق في أي محادثات على الرغم من الخطاب الحاد الذي تتبناه إيران اشتركوا في القناة